موسيقى اهلا وسهلا بكم في قناة بوسي كروشي هنشتغل مع بعض النهاردة ادراها شنطة او وصلة كبامة ممكن نستخدمه في حاجات كتيرة قوي طريقته سهلة وبسيطة هيكون معي بالشكل ده انا استخدمت خيط الكليم واستخدمت خيط صوف عادي مبيخدش خيط كليم كتير وبرده مبيخدش خيط من الصوف العادي خيط الكليم اهو استخدمت معي إبرا مقس ثمانية وبرده لغانتك باقي خيط صوف مش هيسخيط كتير واستخدم مع خيط الصوف إبرا مقس ثلاثة هنجيب الخيط الكليم وهلفه على عصابي بالشكل ده كده يكون معي من هنا حرف اكس ومن هنا فتلتين هدخل بالإبرا واسحب الفتلة اللي تحت وهضم الخيط بالشكل ده كده ان انا هعمل عقدة البداية بعد كده هشتغل عدد السلاسل بالارتفاع اللي انا عاوزين واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشر اتناشر تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمنتاشر تسعة عشرين انا هشتغله علشان يكون معي يقدل نفس الحجم ده علشان انا هستخدمه في التزيين هزين بي حاجة كده اشتغلت عشرين هشتغل كمان سلسلتين واحد اثنين ترتفع عدد السلاسل بالطول اللي انت عاوزينه ممكن تقليلي السلاسل عن كده وممكن تزوديها لحسب الحجم اللي انت عاوزين بالطول كده انا اشتغلت اثنين وعشرين ورزة سلسلة طبعا كل خيط بيختلف في صمكو هرتفع السلسلة واشد الخيط وهقص ترتفع عدد السلاسل ترتفع عدد السلاسل لحسب الحجم اللي انت عاوزينه انا هنا انا اعمليها صغيرة لشان انا هزين بيها برتمون ممكن تعمليها وصلة جمامة وتصغريها عن كده دلوقتي انا خلصت شغل بخيط الكليم هجيب خيط الصوف وهستخدم معي ابرمقاس ثلاثة عشان الخيط ده رفيع لو الخيط معيك تخين ممكن تستخدمي معي ابرمقاس اربعة او خمسة على حسب الحجم الخيط الصوف اللي معيكي هدخل هنا في اول غرزة بعد العقدة اللي انا عملتها فوق واسحب الخيط الصوف وهشتغل غرزة سلسلة الاول اثبت بها الخيط وبعد كده في نفس الفتلة هنا هدخل واشتغل خمسة غرزة حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وبعد كده في نفس الفتلة اللي هي هنا برضو جمبه هشتغل غرزة منزلقة في نفس المكان هروح للفتلة اللي بعديها اللي هي دي دي هدخل فيها برضو هشتغل فيها خمسة غرزة حشو واحد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وفي نفس المكان برضو هشتغل غرزة منزلقة ثلاثة همشي بنفس الطريقة كده هنخدت الخيط المعيه تحت الشغل الزيادة اللي ورا هدخل في كل فتلة هنا وهشتغل فيها خمسة غرزة حشو ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وفي نفس المكان بشتغل غرزة منزلقة وبنتقل للفتلة اللي بعديها على طول وبردو بدخل فيها وبشتغل فيها خمسة غرزة حشو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وفي نفس المكان بشتغل غرزة منزلقة الشغل بدأ يكوس معي طبعا ما تقلقيش لان هنا هشتغل غرزة منزلقة هبتدي يكوس جامد هيبقى بالشكل ده كده لما اوصل للنهاية بعد كده لما ايجي اشتغل في الطرف ده هيفرد معي زي ده بالضبط يبقى انا بمشي بدخل هنا في كل فتلة هنا في الفتلة دي بشتغل فيها خمسة غرزة حشو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وفي نفس المكان بشتغل فيها غرزة منزلقة همشي السطر ده كله بنفس الطريقة ان انا بدخل في الفتلة اللي برا هنا وبشتغل في كل واحدة خمسة غرزة حشو منزلقة وبنتقل اللي بعديها على طوله بشتغل برده فيها خمسة غرزة حشو منزلقة هكمل لحد ما وصل لاخر فتلة هنا وارجع لكم تاني اقول لكم هنلف للناحية التانية ازاي وبدلت شغالها بنفس الطريقة واشتغلت هنا في اخر فتلة خمسة حشو دلوقتي هجيب الخيط هنا هجيبه فوق الابرة اللي هو خيط الكليم وعادي الخيط الأصفر من تحته خليه الخيط الكليم فوق الخيط الأصفر وهروح هنا في الغرزة اللي عليها الدور فتلة المقابلة لها الناحية التانية وهشتغل فيها خمسة غرزة حشو واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة يبقى هنا اشتغلت خمسة حشو هدي كده عديت الخيط الناحية التانية واشتغلت في الغرزة اللي قدامها اللي هي في الصف الثاني خمسة حشو وهنشتغل منصالقة في نفس الفراغ تكون معي بالشكل ده كده هنتقل للفتلة اللي بعديها على طول هنا كده الغرز واتحت هشتغل بردو فيها خمسة حشو واحد اثنين تلاتة تلاتة اربعة خمسة وهشتغل غرزة منزلقة في نفس الفتلة اتنين تلاتة احنا قلنا هي بتفضل معاوكة عادي مش نقلق اتنين تلاتة انا بشتغل في كل فتلة من الفتل اللي هنا بدخل فيها بدخل فيها وبشتغل خمسة غرزة حشو اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة وبدخل في نفس الفتلة وبشتغل فيها غرزة منزلقة هكمل بنفس الطريقة لحد ما وصل للاخر واقولكم هنقفل ازاي اشتغلت بنفس الطريقة فردت معي اهي كبعد ما كانت مدورة كل ما بتشتغلي كل ما بتفرد معيكي بلوقتي هدخل في اخر فتلة اللي هي هنا وهشتغل برضو فيها خمسة غرزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بعد كده انا عندي وقتة البداية هدخل هنا وهشتغل فيها غرزة حشو وبعد كده هدخل في اول غرزة حشو وهشتغل فيها غرزة منزلقة وبعد كده هرتفع غرزة سلسلة وبقص الخيط الزيادة هتكون معي بالشكل ده كده ممكن نستخدمه في مشاريع كثيرة ممكن نستخدمه ونعملها اصغر من كده ونركب لها زراري من الجنب وتبقى واصلة جمامة ممكن نستخدمها ادراع شان تلديد ممكن نستخدم لون واحد ان احنا نستخدم اللون ده بيبقى زي اللون اللي جوه لون خيط الكلين زي لون خيط الصوف وممكن نستخدم لونين زي ما احنا مستخدمين هنا هتكون معي بالشكل ده كده واصلة كمامة الشيكو مميزة او خطريع شانطة او انا هستخدمها في التزيين في الفيديو الجاي ان شاء الله هعرفكم عن زيين بيها ايه لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشيرو شترك فلقاني